بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بنكمل في موضوع الفانكشن وخلينا نشوف المثال التالي لو احنا بدنا نسوي عملية حسابية بين رقمين طبيعي بتجي بتقول لي انا بنشئ متغير ثم بخزن في داخله قيمة معينة او اني بطلب من المستخدم اضيف هذا القيمة عن طريق الستدين دوتريد لاين سينك وبرضو بنشئ كمان متغير وبخزن في داخله قيمة باي طريقة وبنشئ متغير ثالث وبجرع عملية الجميع وبعدين اذا بدي اظهر الناتج بجي بقول برنت للمتغير اللي خزنت فيه المجموع هذا الحكي قبل ما اننا ناخذ الدوال خلينا نسوي هذا المثال باستخدام الدوال وفي هذه الحالة انا بدي اطلب من المستخدم يدخل القيمة ما بدي ادخل القيمة بشكل مباشر خلينا اول اشي نيجي ننشئ متغير مثل ما حكينا في الدرس السابق وبعدين منسمي المتغير اي اسم وبعدين هذول الكوسين المهمات اللي رح نحكي عنهم في الدرس الجاي وفي داخل اكواس المجموعة منكتب الاوامر اللي خاصة في هذا الفانكشن اول امر انا بدي انشئ متغير وهذا المتغير بدي اسمي اي اسم وبعدين بدي استقبل قيمة من قبل المستخدم طبعا انا استخدمت هنا انت دوت بارس لانه القيمة اللي بدي استقبلها من قبل المستخدم هي من نوع انتجر وبرضو بعرف متغير ثاني خليه مثلا انتجر y وثم برضو نفس الاشي باستقبل قيمة من قبل المستخدم خليني برضو اجي اطلب من المستخدم انه يدخل قيمة فباجي بحكيله print وفي داخل print مثلا باجي بحكيله enter first number ونفس الحركة اكررها قبل استقبال القيمة الثاني باجي بعملها يكنترول سي وهنا كنترول في بس بدل first بخليها second number وفي الاخير انا بدي اجي انشئ متغير هاي int z مثلا واخزن في داخله مجموع القيمتين المدخلات القيمة الاولى ادخلت في اكس والقيمة الثانية ادخلت في واي واخر اشي بدي اجي اطبع print القيمة المجموع المخزن في داخل هذا المتغير خلينا نعمل استدعاء لهذه الدالة طبعا هذا الحكي جميعه في هذه الحالة ما رح يلزمنا نيجي نعمل استدعاء لهذه الدالة هاي كنترول سي طبعا الحلو في الدوال انه ممكن انك تستدعي الدالة الوحدة اكثر من مرة مش حكينا في الدرس السابق تكتب الدالة مرة وحدة وبتستدعيها كديش بدك مرات يعني ابدأ استدعيها كمان مرة مثلا في مكان اخر ما في اياته مشكلة لو جينا نفذنا هذا البرنامج رح اول مرة يجي يطلب مني يعني اول استدعاء احنا بننفذ في هذا الاستدعاء وكمان شوي بننفذ في هذا الاستدعاء اللي هو الاستدعاء الثاني يجي كله مثلا ادخل القيمة الاولى ادخل القيمة الثانية هاي طلع للجواب رد نفذ الدالة كمان مرة بما اني انا استدعيتها كمان مرة والرقم الثاني وهاي طلع للجواب طيب خليني أفترض أني أنا هذا الجواب اللي طلعت لي يا الدالة بدأ أستفيد منه فبالتالي باجي بنشئ متغير مثلا انتجر خليني نحكي مثلا يو تساوي القيمة أو الجواب الظاهر من العملية اللي نفذتها هذه الدالة وبعدين باجي بحكي له print القيمة اللي أنا استدعيتها اللي أنا الأصل أني أنا خزنتها في داخل المتغيرة اللي اسمه لاحظوا معاي أنه هنا ظهر خطأ طب ليش ظهر خطأ آم هو هنا منيجي لموضوع الفويد موضوع الفويد اللي هي عبارة عن الريتيرن تايب شو يعني الريتيرن تايب احنا قبل اسم الدالة إما منكتب فويد أو منكتب أحد أنواع الديتا تايبس في حال أنه كتبنا فويد معناته هذه الدالة لا ترجع قيمي يعني في داخل أكواس المجموعة الخاصة في الدالة بنفذ لك إيش ما بدك أوامر وفقط ما بيرجعش قيمي تمام فلاحظوا معاي أنه بنفذ هذه الأوامر ثم نفذ الطباعة في داخلها وفقط وانتهى لعند هون ما رجع لقيمي في هذا المكان عشان القيم اللي رجع ليها أستفيد منها والله مثلا أجري عليها عملية جامع معينة مثلا منيجي مقول يوزائد واحد مثلا أو مثلا خزنت في داخل متغير أو مثلا خزنت في داخل قاعدة البيانات طب لي نفترض أني أنا بدي أرجع قيمي في هذه الحالة بدل فويد منكتب نوع القيمي اللي أنا بدي أرجعها يعني في هذه الحالة أنا بدي أرجع قيمي من نوع انتجر تمام فبالتالي باجي بكتب انتجر طب لو بدي أرجع قيمي من نوع سترينج باجي بكتب في هذا المكان سترينج طب لو بدي أرجع قيمي من نوع double بكتب في هذا المكان double وهكذا طب انا بدي ارجع قيمي من نوع integer في هذه الحالة اذا ما كتبت void اي نوع غير void لازم اكتب return واحكي للدالة انه رجع للقيم الفلانية فبالتالي احنا رح نستغني عن البرينت z وبدالها رح نكتب return r e turn وبعدين باجي بحكي له القيمي اللي بدي ارجعها اللي هي z في هذه الحالة يا جماعة طبعا لاحظتوا انه راح الخطأ اللي هون في هذه الحالة سوى لهذه العملية خزن لي قيمي في المتغير x وقيمي في المتغير y جمع لي القيمتين وخزن لي اياها في الانتجر z فبالتالي انا بدي ارجع قيمي انتجر ثم القيم اللي بديها ترجعها هذه الدالة z يعني كأنه مثلا خلينا افترض انه مجموع هذه العملية الحسابية سومية فبالتالي في هذه الحالة بدل هذه الصم ثم كوسين كأنه كتب لي هنا مية في هذه الحالة ولو جينا نفذنا هذه العملية لاحظوا معاي انه enter ده first number مثلا خمسين ده second number مثلا عشرين لاحظوا معاي انه اجر ارجع للقييمي اللي هي سبعين وبعدين خزن ليها في اليو وبعدين ضفلي على اليو واحد واخرج لي الناتج اللي هو واحد وسبعين طيب يا جماعة لنفترض انه انا قبل تعريف الدالة ما كتبت النوع بصير مشكلة خلينا نجرب لو جينا نفذنا هذا البرنامج الخطوة الاولى ما اعطاني خطأ الخطوة الثانية ما اعطاني خطأ وتنفذ البرنامج مية في المية طيب يا جماعة ايش اللي صار هون احنا متفقين انه من انواع البيانات في سترينج وفي انتجار وفي وفي نوع دايناميك النوع دايناميك يعني لاحظوا معي لما اشرت هنا كتب لي دايناميك سم في هذه الحالة رح يعتبر الدالة من نوع دايناميك او نوع الارجاع دايناميك شو يعني نوع الارجاع دايناميك نوع الارجاع دايناميك يعني بيرجع اي نوع من انواع القيم طبعا دايما اذا انا عارف نوع القيم اللي انا بدي ارجعها بديش اقول لك انت ملزم بحكي لك يفضل انه انت تكتب النوع يعني والله انا عارف انه النوع من نوع double لازم اكتب double اذا انا عارف انه من نوع integer لازم اكتب integer ما بكتب النوع او بخليها من نوع dynamic في حال اني انا مش عارف مش متأكد من نوع القيمة اللي انا بدي اكون بارجاعها طب خلينا ناخد مثال ثاني في حال انه انا مثلا بدي اخلي دالة ترجع لقيمة من نوع string فبالتالي في هذا الحالة باجي بعرف هنا المتغير من نوع string وخلينا نغير اسم الدالة مثلا بدل sum خليها مثلا ضبل اي مثلا اه انتر ديش اقول لك نمبر والسكن ديش اقول لك نمبر وبما اني انا بدي استقبل القيمة من نوع string معناته احنا مش بحاجة للانت بارس لانه الانت بارس بتحول القيمة المستقبلة لنوع انتجر واصلا هذي دالة الاس تي دي اند وتريد لاين سينك بتستقبل قيمة من نوع string خلينا نيجي نكرر هذي الجملة هاي كنترول سي وفي هذا المكان نيجي نحكيله كنترول في واكيد اسم المتغير بدنا اه نغيره طيب هنا اه string زد وانا لما بدي استقبل القيمتين باجي بحكيله اكس او دولار اكس سبيس دولار واي ففي هذه الحالة انا جمعت او عملت كنتينية بين القيمتين المخزنات هذه القيم من نوع string وهذه القيم من نوع string وعملت بينهين space ولو جينا نفذنا هذا الامر بيجي بحكي لي دخل لي القيم الاولى احمد مثلا القيم الثاني علي استقبل القيمتين من نوع string او ارجع القيمتين من نوع string وخزن لياهن في داخل هذا المتغير ثم عمل لي عليهم طبعه بكفل عند هون وربنا يعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة